دعماً للجمعيات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وما هي تلعمل على مشاريعهم الحقوقية فقد جاءت الدورة التدريبية حول إدارة المشاريع وحماية حقوق الإنسان لصالح تلك الجمعيات من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان منسقة وحدات الحماية والوسائق بالمفوضية السامية إدويش فلورا تواليدان سي وفي كلمتها الافتتاحية عن الورشة زكرت بأن هذه الورشة تتماشى مع الأنشطة المحددة التي تعمل عليها المنظمات الحقوقية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمتمثلة في زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان لا سيما شريحة الأطفال والنساء من مخاطر انتهاك حقوقهم وكذا تعزيز مصداقية منظمات المجتمع المدني ومهنيتها لتمكينها من الوفاء والفاعلية بولائها من أجل حماية حقوق الإنسان المنسقة أشارت إلى بعض نقاط الضعف الرئيسية في المنظمات والتي تعاني منها ومن ضمنها ضعف القدرة التنظيمية والتوظيفية والمراقبة إضافة إلى كيفية التنفيذ لذا خصصت هذه الدورة التدريبية لإدارة وتنظيم المشاريع ذات الأهمية والتأثير البالغ للطرحها لمشاريعها الحقوقية ونشير بأن الورشة تستمر لأربعة أيام بمشاركة ثلاثين مشاركا ومشاركة قادمين من مختلف الولايات الولايات